السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث لتدائي. اهلا بكم. درس جديد في الوحدة التالتة الدرس الاول وهو الجزء التاني. شرحنا الجزء الاول كان المحادسة. دلوقتي هنشرح الجزء التاني. يريد ان اقرأ وتعلم معناها يجذب. ممكن نكبر كده شوية. علشان الصورة توضح معنا اتراكت اتراكت ماجنت المغناطيس ماجنت ماجنت ميدل هي الاشياء المعدنية. اي حاجة مصنوعة من المعدن بنقول عليها ميدل ميدل اوبجيكت ميدل اوبجيكت اتراكت ماجنت ميدل اوبجيكت اتراكت ماجنت بعد كده عندنا الاكسرا زي ما تحبكم انطقها دي خفيفة او تي اوكي الخير الدبوس اللي بنشبك به الورق المصمح الالم الرصاص المقص وهنا يعامل معاملة الجمع لانه فردتين زي الشورتس والبانتس ننفعش نجيب منهم مفرد السمغ قين العملة المعدنية قين باطل سترين نيل سيزرز جلو كمان مرة باطل سترين وهنا بيقولك ملاحظة المغناطيس بيجزب نحيته الاشياء المصنوعة من المعدن الحاجات المعدنية وهنا الفعل يواخد اس لان الفاعل مفرد في المضارع البسيط طيب ندخل هنا على المفيد نمبر ثري في الاسئلة بيقولك نفكر المغناطيس بيجزب ولا لا يجزب الازايز البلاستيكية طبعا لا يجزب اللي هي صح المسمير المعدنية يبقى اكيد التبقى مصنوعة من صح الميدل مصنوعة من المعدن تبقى احنا مش بنتكلم عن الورق احنا بنتكلم عن مشابك الورق the magnet attracts ولا doesn't attract coins coins مصنوعة من المعدن اذا attract the magnet attracts ولا doesn't attract glue طبعا doesn't attract the magnet attracts or doesn't attract pencils اقلام الرصاص هل هيكزبها المغناطيس طبعا لا doesn't attract the magnet attracts ولا doesn't attract ها الخيط doesn't attract the magnet attracts ولا doesn't attract بالمقصة بيكون فيه قطعة معدنية خصوصا الجزء اللي من قدام ده يبقى تمام ده بالنسبة للدرس الاول الجزء التاني ندخل على الدرس التاني الرسم والرياضيات ايام الاسبوع weekdays weekdays on the weekend في عطلة نهاية الاسبوع on the weekend saturday يوم السبق saturday sunday يوم الاحد sunday monday يوم الثلاث وينز داي وهنا دي سايلنت وينز داي thursday لا ما تقولش tharas لا thursday thursday ضروري ضروري تكون حافظها وبتنطقها نطق سنين من الحاجات المهمة جدا في اللغة الانجليزية بنستعملها كتير هي weekdays ايام الاسبوع art class حصة الرسم اللي مهتمة بالنطق كويس ما يقولش cla cla لا يا cla cla class art class ده النطق الصح art class singing class يعني حصة الغناء هنغني فيها singing class play tennis اللي يلعب تنس play tennis have lunch يتناول الغداء home for lunch بنروح البيت علشان ناكل نتغدى home for lunch grandma house grandma's house لان في اسم الكير grandma's house يعني بيت الجدد فيها ولاد هتقول لك ايه grandma's house هنا دي مش بننطقها لانها جاية بعد الان فمش بننطقها grandma's house grandma's house grandma's house خلاص يب art class art class singing class play tennis have lunch home for lunch grandma's house تفعنا وهنا بيقول لك read and learn ارى وتعلم what do you do on the weekend بنتعلم هنا ازاي نسأل بتعمل ايه في الفترة الفلانية في اليوم الفلاني what do you do دو الاولى ملهاش معنى لكن اساسية في ايه في تكوين السؤال ده اسمه فاعل ومساعد مالوش معنى لكن بيساعدني في تكوين السؤال من غيره هنا الزمن هيختل مش هنعرف نعمل زمن المضارع البسيط في السؤال دو التانية ده الفعل الاساسي بمعنى يفعل يبقى ماذا تفعل طبعا دي كلها ايام فتاخد حرف عطلة نهاية الاسبوع يوم يبقى ياخد اي اسم من اسمها يامل اسبوع برضو تاخد بتعمله في عطلة نهاية الاسبوع بمارس رياضة بتعمل ايه ايام الجمعة لاحظ ان هنا ايام الجمعة الاس للجمع بروح عند بيت جدتي بتعمل ايه ايام السابق بلطقة الصور بتصحى من النوم الساعة كام الساعة ستة ونص خلاص دي الملحوظة اللي احنا قلناها ويلا بينا نشرح لك الساعة ازاي بنقول الوقت ونعبر عنه هنا بيقول لك خلي بالك من كلمة معناها و يعني بضيف حاجة لحاجة وهنا معناها الا يعني بنخصم يبقى معناها وربع تمام؟ يقول لك مثلا يعني الساعة تلاتة وربع اما لنقول يبقى تلاتة الا ربع يبقى يعني ونص بعدين هنا معناها الوقت طيب هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك يعني العقرب الطويل اسمه ايه اسمه وهو عقرب الدقايق طيب وهنا وهو عقرب الساعة طيب ايه لازمة الارقام دي؟ الارقام دي هل دي ارقام بالدقايق؟ لا طبعا دي ارقام الساعة ازا دي الساعة واحدة الساعة اتنين الساعة تلاتة طيب عقرب الدقايق اللي هو او هيعد الارقام دي؟ لا مش بيعد يومال بيعد ايه؟ بيعد النقط اللي ورا الارقام فهمتني؟ يعني هنا لو هنرسم هنا عقرب تعالى كده انا هجيب لك عقرب ونمشي به اهو هنا كده العقرب الدقايق الطويل ده يبقى مشاور على ايه؟ على الاتناشر دي؟ لا على الصفر اللي وراها ازا هنا لسه ما بدأش يعد هنا لسه نايم الراجل صفر خلاص؟ يبتدي يعد لما يمشي كده ايدي اول دقيقة النقطة دي دقيقة دقيقتين تلاتة لغاية ما يوصل هنا المفروض دولة خمس نقط بخمس دقايق يبقى هو لما يبقى واقف هنا مش بيشاور على الواحد يا استاذنا ده بيشاور على النقطة رقم خمسة يعني هو دلوقتي عد بخمس دقايق لما يبقى عقرب الساعات الصغيرة مشاور على التلاتة وعقرب الدقايق الطويل مشاور على هنا اعرف انها تلات سأدلوقتي الساعة تلاتة وخمس دقايق نعد خمس نقط تانين من ورا هنا يبقى الساعة تلاتة وعشرة تلاتة وربع تلاتة وتلت تلاتة ونص اللي خمسة تلاتة ونص ونص وخمسة خلاص كده اربعين خمسة واربعين دقيقة خمسين خمسة وخمسين دقيقة هو بوصل ستين دقيقة راجع للصفر تاني لازم تفهم عربي قبل ما اشرح لك انجلش تمام فهمنا القصة اذا هنا صفر دقيقة يعني الساعة لو عقرب الساعات كده وعقرب الدقايق واقف على الصفر يبقى تلاتة بالثانية يعني الساعة تلاتة اقول عليها لاحظ كلمة حد بيسأل مرة يقول لي بتاعت ايه اختصارا لايه اكيد هي ما كان حرف ايه الحرف ده هو حرف او شلنا وخلناها يعني الساعة تماما الثالثة تماما هنا اقرب الساعات ييجي هنا على اربعة اقول لو اقرب الدقايق واقف زي ما هو كده على الزيرو وهكذا طيب تمام يبقى هنا هنا يعني خمستاشر دقيقة ليه اسمي تاني اه اسمها ليه لان الفتين منتس دي تعمل كام من الستين دقيقة ربعها مش الخمستاشر تبقى ربع الستين اه يبقى هي الساعة ستين دقيقة ربعها كام خمستاشر يبقى لما نعد خمستاشر دقيقة يبقى فات كام فات ربع ساعة تمام طيب لو كده ها يبقى عدنا كام احنا قلنا هنا خفتين يبقى خمسة وعشرين يعني كام تلاتين دقيقة يعني انا مش بشاور بعقرة بالدقيقة على الستة لا انا عيني على النقط اللي وراه تمام بعد النقط دي تلاتين نقطة بتلاتين دقيقة التلاتين دي قد ايه من الستين نصها يبقى نص ساعة يبقى نسمي نص ساعة ايه هاف هاف يعني نص كمان هنمشي خمس دقيقة وبعدين خمسة واربعين داخلنا على الخمسين اهو قربنا بقى خمس دقيقة خمس دقيقة ونخلص الساعة يبقى كده ستين ديقة بالضبط نرجع للصفر من تاني علشان نبدأ ساعة جديدة طيب لما نوصل هنا للخمسة واربعين تمام احنا عدنا هنا نص ساعة قلنا عليها هاف او نقول طيب وهنا خمسة واربعين بقى يقدي ايه والساعة تخلص بقى ربع ساعة تمام يبقى لو هي دلوقت الساعة تلاتة وعدنا معاها خمسة واربعين دقيقة يبقى فاضل ربع ساعة وتبقى الساعة كام تبقى الساعة اربعة يعني دلوقت نقدر نقول لو عقرب الدقيقة هنا ممكن نقول ممكن نقول الساعة تلاتة وخمسة واربعين دقيقة نقول او نقول اربعة الا ربع اربعة الا ربع يعني نقول يعني اربعة الا ربع خلاص انا شرحت لك دلوقتي وتعالى نشوف الموضوع بالتفصيل الممل ننزل هنا صفحة من كتاب وتعالى نفهم اكتر نكبر الصورة كده علشان نشرح الساعة دي قبل ما نحل التدريبات هنا زي ما قلت لك اهو الساعة سبعة وخمسة واربعين دقيقة نقولها ازاي يا اما نقول الساعة الاول وعدد الدقايق هنا بنمشي من على الشمال لليمين كعادة اللغة الانجليزية بس بنبدأ بالاكبر ثم الاصغر مين الاكبر الساعات ولا الدقايق طبعا الساعات يبقى الساعة سابعة يبقى نبدأ نقول ايه الاول نقول الساعة طيب وبعد كده نقول عدد الدقايق فاللي اسمعني هيفهم ان الساعة سبعة وخمسة واربعين دقيقة طيب ممكن نقولها بالطريقة بتاعتنا اه ممكن نقول الساعة تمانية الا ربع مش هي سبعة خمسة واربعين يعني باقي ربع ساعة وتبقى تمانية صح يبقى نقول يعني ايه تعالى نقراها بالعربي وانترجم من اليمين للشمال ايت تمانية خلاص يعني الا ربع يبقى تمانية الا ربع يبقى احنا لو قرناها من على اليمين تمانية الا ربع طيب احنا في الانجليش بنعمل ايه في الطريقة البريتش بالطريقة البريطانية بنبدأ بالربع وهو الاصغر اذا اذا اتكلمت عنها كوحدة وحدة على بعضها ربع ساعة ما اقولش انها يبقى هبدأ بالصغير الاول وهو الصغير هو الجزء من الساعة الجزء ده يمثل كام ربع الساعة اذا يعني الساعة تمانية الا ربع لو انا همشي بطريقة ان انا اقول عدد الدقايق بنعكس بنقول الكبير الاول وبعدين الصغير في حاجة ثانية اسمها يعني هنا قلنا اربعة الا ربع لكن ممكن تبقى اربعة وي ربع يعني مسلا هنا الساعة ستة وبعد ما وصلت الساعة ستة وكان عرب الدقايق واقف على الصف عد خمسة عشرة خمستاشر يبقى طيب دولا يعملوا كام يعملوا ربع ساعة يعني الستة وكمان ربع ساعة زيادة يبقى يعني تعال ان ترجمها عرب كده والعرب طبعا انت عارف وترجم من قيمين للشمال يبقى الساعة ستة وربع ستة وربع ازا بالطريقة دي بنقول الجزء الصغير الاول وهو الربع ساعة بس بنستعمل كلمة يعني و يبقى معناها معناها ستة وربع طيب عايزين نقول يا عام ستة وخمستاشر دي مش اقول انا وربع يبقى نبدأ بالكبير يبقى مين الكبير الساعات يعني الساعة ستة وخمستاشر دي خلاص عارفنا الطريقتين يا اما اقول واسم الساعة لو هي الا ربع او واسم الساعة لو هي وربع تمام طيب هنا بيقول لي دي الصيغة اللي احنا هنسأل بيها الساعة كام دلوقتي ما الوقت ممكن نقول بس خلينا احنا مع الصيغة بتاع درس النهاردة نقول لو هي على رأس الساعة خمسة بالزبط ستة سبعة تمانية بالزبط يبقى خلاص طيب لو هي خمسة وربع قولها ازاي قلنا يا ام نقول او طيب لو خمسة ونص هقول برضو الجزء الصغير الاول في الطريقة البريطانية نقول بنقول الصغير الاول بالطريقة دي لاني دي برا عن اجزاء مش بنقول عدد الدقائق يبقى الجزء الصغير ييجي قبل الكامل العدد الكامل اللي هو ايه الخمسة اللي هي الساعة خمسة يبقى يعني الساعة خمسة ونص او نقول خمسة وتلاتين دي بطريقة يعني ايه يعني الساعة ستة الا ربع هي هي لما اقول الساعة خمسة وخمسة واربعين ليه لان خمسة وخمسة واربعين دقيقة هي هي ستة الا ربع ما هي فضل الله ربع ساعة تبقى ستة تمام لاحز انها بتساوي النص تلاتين دقيقة اللي هي الففتين اما معناها لما اقول الا ربع معناها انها خمسة واربعين دقيقة تضاف للساعة السابقة هنا ساعة كام ساعة تسعة ليه لان مشاور على تسعة مشاور على الصفر ازا هي تسعة بالزبط طيب وهنا اه دي هنا مشيت عشر دقايق معناها تسعة وعشر دقايق هنا يعني الساعة واحدة وكمان عدت اربعين دقيقة طيب يعني كان يعني الساعة واحدة ونص لخمسة لاحظ ان عقرب الساعات لما العقرب الدقايق بيتقدم مش بيفضل واقف على الواحد بيتحرك تدريجيا لغاية ما يوصل للرقم اللي بعده تمام هنا بيقول لك ما الوقت الساعة كام دلوقتي ساعة سبعة طيب وهنا عقرب الساعات على الساعة واحدة واقرب الدقايق على الزير ويبقى ساعة واحدة طيب هنا بص كده يعني ايه يعني هنا الساعة حداشر ونضاف عليها كمان خمس دقايق حداشر وخمسة او نقول معناها كام حداشر وخمسة هنا يعني ايه قولنا يعني وربع فلما اقول يعني واحدة وربع هي هي لما اقول وهنا يعني ستة الا ربع او نقول خمسة وخمسة وربعين دقيقة هنا معناها الساعة اتنين ونص او نقول هي 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 يعني سبع يعني سبع يعني سبع يعني سبع يعني سبع يعني الساعة تلاتة وخمسة وعشرين دقيقة خلاص كده احنا يعتبر اه شرحنا الدرس بس فيه جزئية هنا بيقول لك اه كل واحد هنا هيقول جملة الانترفيور او الانترفيور بيسأل يوسف بتعمل ايه ايام الساعة فبيرد يوسف وبيقول له الجملة دي بيقول له بلتقط الصور مع بابا بعدها بنلعب غياضة هاني بتعمل ايه ايام الساعة فبيرد بيقول اي بلاي تنس دين اي جو تو ماي فرينز هاوس انا بلعب تنس وبعدين بروح لبيت صديقي واحيانا بتغدى هناك ده انت ايه ده انت مش مخلي يلعب بيأكل هناك كمان هنا الانترفيور بيسأل اميرة معد اللقاء هنا بيسأل اميرة بيقول لها بتعملي ايه ايام الساعة انا عندي حصة غناء بعدين بروح على الغذار وهنا الانترفيور بيسأل هانا هانا بتعملي ايه ايام الساعة انا عندي حصة راس يعني حيث ارسم فيها اللوحات وبعدين بروح على بيت جدتي اتمنى او ارجو ان انا اكون شرحت الدرس بشكل كويس ادعمونا على مواقع التواصل الاجتماعي وكومنت لو اتيحت التعليقات تحياتي لك يا سيب الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جدا على المشاهدة ما تنساش لايك للفيديو وتشير على مواقع التواصل الاجتماعي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس تحياتي لكم ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته